اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحب ابتدى بس يعني عن طريق الحب ابتدى ازاي من فضلك ريهام يعني يعني انت كنت فين اول مرة يشوفك كنت في فرح بس كده وطبعا كنت على سجة عشرة وبتاع و وما زلت يا دكتور طيب يا رب وما بتقولي خد شبابي ليه بقى وبتظلم الراجل واحنا في عرفة وبنقول يا رب تب علينا وكرمنا وما زلت ربنا يتم عليك استا لا لا امشي معايا وانا حريحك للاك لا يسترك انا ليه هدف وبعلم الناس فانا تاتا تاتا احنا هو شافك في فرح طبعا على سنجة عشرة قال ما فيش هلدي حاسأل سؤال هنا حيغزني لو ما سألتوش فهل هو خادك مثلا في يوم فرح ولكن لسه عنده جوع لانه يشوف غيرك عشان معاه فلوس وراجل اعمال بقى وجامعات خاصة فهو ممكن كل تلاتة ربعة ايام ولا اربعة شهر يشوف وجه جديد والله يا دكتور لا كانت عنده الحكاية دي كانت عنده بس يمكن يعني بعد شوية اه يعني صبر عليك شوية استني حبيبتي بس صبر عليك شوية بس اللي اكتشفت بعد كده ان انا حتى وانا في الخطوبة وهو كان لي علاقات بقى مع ما هو بدان فيه فلوسي بقى فيه خيبة إلا من وفق الله بقى ربنا يارض عنه وتمت الزيجة في شقة تمليك ولا اجار لا والله كانت للأسس يعني في شقة يعني شقة تمليك تعتبر يعني تمليك باسمك ولا باسمه لا لا باسمه انا ما اخدتش حاجة خالص بالجوازة ولا عمالك مؤخر قد ايه اه عشرة جنيه تقريبا يعني انتم ما اخدتوش حاجة ما اخدناش حاجة خالص يا دكتور علشان قاطر قالوك وحيجيب من الابرة للصاروخ ومش هيكلفك تلاجة وغسالة ورفيع وليستير والله يا دكتور لا هو قال كده هو عرض العرض ده لا يعني كان الموضوع قوله احنا يعني انا بحبه بقى وشايفة ان الدنيا هتبقى وردي وخلاص يعني لا بس خلينا صدقين عشان اقول كلمة ترضو ربنا في يوم عرفة انت كنت بتحب الجوازة المرتاحة لكن مش بتحبيه لا للأسف يا دكتور يعني انا استحملته وعدة بظروف وحشة جدا لا يعني انا قصدي لا لا ما هو بعد الجواز حتختلف حسالك للبعد الجواز لا لا ده قبل الجواز خليني قبل الجواز انت انبهارتي بالقرشين قبل ما تنبهري بيه لا بالعكس يا دكتور بجد انا ما بجزمش انا ما بقولش انت كده لا لا انا بقول وعمري مظلمك ولا غيرك لا انا بقول يعني هل ادي كلمة الهدف بتاعي هل انبهارتي بخاتم الدهب والساعة الشوكس بولكس بتاع سويسرا والمستوى الاجتماعي الجميل والرقية والارشين ولا الولد ده كان حكيم وشاعر ووجيه وعقلية علمية فزة ام قال ايه اللي حتحبيه علشانه هو الحب ده قلبي نبض هو الحب ده قلبي نبض استني يا بيت لما تتعلمي والناس تتعلم هو فيه حب كده قلبي رفرف ده متاع البهايم قلبي رفرف لحد يستاهل ان قلبي اساسا يدق باسمه حد يستاهل عمك اللي هو انا عام الكتاب اسم الحب بين الذات والسبب مفيش حب ذات اساسا ربنا حبيبتي في بعد منه جمال لا تابعا في بعد منه كمال لا تابعا حلو اوي في بعد منه ذات مقدسة لا ومع هذا قال حبوني لاني بقى كلكم صحيح يبقى جاب لنا سبب نحبه عشانه وهو يطعم ولا يطعم انزل من السماء ماء لكم فليعبدوا رب هذا البيت لهم زده تشريفا وتعظيما يا رب الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف اللي خلق الخلق الحبوني ليه اعبدوني ليه عشان بأكلكم بعد الجواز ايه اللي حصل حصلت مشاكل يا دكتور وما اقدرتش اكمل يعني مقدرتش ليه بقى وانت بتحب يا هو اه اسببت كتير يا دكتور يعني اهمها ايه يا حبيبتي اهمها ايه اهمها ايه لكن يعني يعني انا تعزدت بمثيل كفاية يعني العذاب ده ايه مهو ايه ضرب اهانة اشتيمة ضرب واخدين فلول ممكن من فضلك من غير اي احراج ليكي تحكي لي مناسبة واحدة من مناسبات الضرب يعني الحوار كان ايه وام ضرب وضرب بايه لا اعظان يا دكتور مش اقدر اخد في التفاصيل لا معصولش انا بقولش الموضوع انا بقول جمع للحوار قلت له اخرس ده اللي هدف يا بنتي والله قلت له ايه خلاه يضرب للأسف كان في وجود نفس من اهله اه اه حب يثبت انه راجل قدامهم اكيد اه اه فعم ضربك بايه بايه دولطش اه اه اذاكي ورم وشك عينيكي حاجة يعني ولا كانت حاجة بسيطة كده لا اما كانت اروح واعتذر وقالك حقك عليها وقعد يبوس الرجل والشراب والايد بعديها صحيح بعديها فترة طويلة اه وكان مسافر فمش عايز يسافر وانتزع لنا منه هو كان دائما مسافر يعني اه لا 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 انا عايز اقول لما جيه صالحك صالحك ليه كان عايز يقضي ليلة جميلة اجيبها لك من الاخر ولا كان مسافر ومش عايز انه يسافر ويسيبك كده وربنا ينتق منه في السفر لا ما كانش بيفكر في انتقام ربنا يعني خالص بكده اه ما كانش بيصلي يا حبيبتي اه لا الاصف كان بيصلي كان بيصلي اه خليها براحتها يا منهاني وماله ناس كتير ناس كتير ربنا يكتر وكل واحد يقض راحته ونقعد لغاية الفجر لما نصلي العيد ايه اللي هيجرى انا اللي عايز اقوله لك ان انا يعني بلا ادنى شك يعني انا انا اتزرامت انا كمان مش مصرية فانا اتجوزت اه يعني اهلي طبعا والمجتمع والناس كلها ما كانتش متخيلة ان انا اتجوز جوازة بالشكل ده انا بدون اي اه بدون اي حقوق لي بس مش هي دي المشكلة يعني انا قلت ده افتلاء من ربنا وخلاص يعني الحمد لله المشكلة الكبيرة يا دكتور اللي هي حلام بقى ايه انا انا مشكلتي يا دكتور يعني انا زي ما قلت لك انا اتطلقت و اه انا يعني ان ساعة ما اتطلقت لغاية اه دلوقتي ما بقى لي اربع سنين اه كل ما بتعمل مع حد اه كل النسبة بتبقى ايه اللي عايز يتجوز واللي عايز اه ايه مشي انا عدة حبيبتي انا بقى لي اربع سنين ايه مانا بقى اقول اهو طيب يعني وفين عدة معناها ان الشرع بيقولي لو عايز اتجوزي اتجوزي ما هو بوسي يا اما حتسبيلي انا بوش فرصة ان انا اقولي بقى انت معلقة بسيء اتدريب اللي ضربك وعندي سؤال حموت لو ما سألتكيش فضل لما راجل مبسوط وخريج جامعات خاصة سمشيالي ومعاهد دراهم يسيب بنته من غير مصروف اديني سبب من فضلك علشان انتقاما وعلشان انتقاما يا ناري سود حد ينتقم من بنته كبد كبد عشانا او علشان انتقاميش بجنين الفلوسي وده كلاما امه وااهله على رغم انا مش محتاجة منهم حاجة خالص لي انا انا احوجك ولا البنت الحمد لله انا بشتغل وبقى لي اربع سنين البنت من الالف الى الياء الحمد لله بمرعاية ربنا فيها ومش نقص حاجة الحمد لله وهي مش كبرتي حبت عيني عليها وبطول بابي وبتسأل كتير عارفة شافيته لا فاكراته شاش كده يعني صورة مثلا بتتفرج على صوره اه ساعات هو مستمعني دلوقتي وحيعايد عليها ويقولك انا اسف وتعالي بنا نرجع لو طلب الرجوع ترجعي لا لا خالص ابدا انت دريت انه تجوز وخلف اه ما عنديش فكرة عن اخباره كشطرة انتعرفيش حاجة عن اخباره انا السؤال يا دكتور اللي محايرني دلوقتي قولي يا حبيبتي اه انا حاليا طبعا انا اتقدم دي ناس كتير ايوه بس يمكن ذكريات بقى المؤلمة اه اه هتأثر شوية بس يشربع سنين بس يشربع سنين سكرة دكتور انا دلوقتي انا سمتقدم دي حد وهوه قويس وبنحلان ويعني هي المشكلة بقى اللي عندي دلوقتي ان هم متجاوز فانا خايفة خايفة من ربنا وخايفة على بنتي يعني خايفة اولا ان انا ارفض الجواز وهفضل يعني الامتة بقى مطمع كده للناس والناس كلها شايفة الفت الجميلة للراحة وجاية دي بالشكل ده واسمع بقى كلامه واتراءات بجميع الاشكال طول الوقت وهو نفسه شايف كده يعني على رغم ان هو متجاوز بس بيقولي انا نفسي تبقى في بيتي وحافظ عليكي وعايزة صونك وعايزة ربي بنتك والكلام ده وبيحكي لك ايه بقى عن ظروفه وليه عايزة تجاوز يعني لقى واحدة حلوة طب حلوة واحدة احلى منك يعني هو لما يجي يقولك بيقولك ايه على البيت القديم يعني على البيت اللي معاها دي كسولة دي مهملة في حقي دي كزا الله يا دكتور بقى الكلام ده يعني في حدود طبعا اللائق وفي حدود المشموح شفت بقى زي انت قلتي قلت في حدود اللائق لو قلتلي اه ده بقولي اني معزباك كنت حقولك ما تاخدوش لا او ما تفكريش اللي تاخدينا بقولكيش خدينا معرفوش لا تتدبسي وتقولي قالي مبروك عطيف المعوزة الحسنة ويوم عرفة هلاقي دي مصيبة لا يا حبيبتي مهائي اصلا انا اللي انا مؤمن بي اعمل اي دلوقتي يا مون اعمل اي حبيبتي هو السؤال عاضري فانت السؤال اقولي انا مشكلت يا دكتور انا بعض اقول يعني هلا اقبل بالجوازة ولا انا بقى زي ما كنت بقول على الستات اللي هي واخد الرجل من على مراته ايو وانا بنتي في يوم من الايام هتكبر وتتجوز هلا ارضى ان في واحدة ست الفكر ده غلق لا لا الفكر ده بتاع مسلسلات ارضى البنت مرضاش لبنتي كل واحد ولو ظروفه اولا انت ما تاخدهوش ولا تاخد غيره لاذا كنت فعلا لو ما خدتهوش هتموتي وحقولك ازاي مش هبحبه بقى بطل الكلمة دي كلمة دي الكنوها على جنب الله يرضى عليكم قولي اه طبعا لا لا حب مين تعالفت ده لو بحبك كنت قلت له اسمك ايه كان قالك عباس وهو محمد ده الحب يا حبيبتي ولو سابك يموت ده الحب يا حبيبتي نعم ده راجل عجباء صورة حلوة تبقى ببيتي ها يعني عايز يعلقك برواز كلمة تبقى ببيتي دي يعني ها ماش في المبدئي لسه بقى ما دخلتوش المعمل انت اللي الدقالي المعمل وتعرفي اخلاقه واصله وفاصله الوراه وما ده تمسكه بيكي وتاخد حقك الشرع تالت ومتالت ومنتش سكندهاند ما اسمكيش مطلقة الواحدة تطلق في الاسلام 14 مرة وتاخد مهر اغلى من مهر البنت البنوت بحسب كفائتها وجمالها وحسبها ونسبها وتعليمها مش لانها مطلقة او ارمالة يبقى مهرها ضعيف يا مسلمين ما فيه ست اسمها سكندهاند يا مسلمون في ست لها مهر مناش دعوة ازا كانها عندها 70 سنة ولا عندها 15 ولا ننة ولا بنة حسب البيئة اللي هي بتاعتها والمدلسة اللي تعليمت فيها وجمالها وابوها ونسبها وشرفها يقوم يقدر هذا الصداق هي عايزة تتنازل منه للعريس بشيء الله يحييها لكن مش تمهرها يقل عشان هي كانت متجوزة قبل كده دي فيه كرام سودة وتغضب ربنا سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام زي ما خد عيشة دفع 4000 وزي ما خد صافية المتجوزة قبل كده دفع 4000 وزي ما خد كلهم عشرين ناقة دفعهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مهر للسيدة خديجة والمهور تساوت بعد كده كلها حتى اللي تجوزها في الحبشة مهر البنت زي مهر الست وممكن الست تبقى اغلى حسب البيئة او حسب الحاجات دي كلها شوفي ايه روحك خد صداقك حطيها عالترابيزة بل راجب مقتدر وعنده بيته يقدر يفتح التاني ويكوني متطمنة انه لو جاب فرخة هنا يجب فرخة هنا وانه لو جاب عشر فرخ هنا يجب عشر فرخ هنا وانه راجل عدل وانه راجل فيه آية واحدة انا حربيها في المسلمين ان شاء الله وحعدل للمائلة اللي ما جاوز اتنين او اربعة لما يبقى في البيت ده ملوشة للبيت ده ولما يروح البيت التاني ملوشة للبيت التاني ويعود الناس على كده اي حد يفتح سيرة البيت التاني يشكمه وياخد موقف منه صارم جدا لده يجيب اللسان ولا مبرد ولا لاك لاك ولا ضياع لفرصة الحياة اذا كانوا هيعيش هنا او يعيش هنا بس اقول اقول اشتركوا في القناة